طيب كلنا بنشوف العربيات الليموزين اللي هي العربية الطويلة شوية اللي بيبقى فيها ستة أبواب وبنشوفها يمكن عادة في المناسبات الأفراح الحاجات اللي زي دي لكن ما أعتقدش نحادي فينا شايف عربية طولها أكتر من 30 متر جواها ملعب جولف وحمام سباحة ويعني حنتفرج مع حضراتكم من خلال التقرير على الحكاية العربية دي ونرجع نتكلم الاختراعات والابتكارات الجديدة انتشرت بشكل كبير في العالم وباقينا في بعض الأحيان بنتخض أول ما نشوفها ويمكن آخر حاجة لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا عربية عادية قدرت تحطم الرقم القياسي ودخلت موسوعة جنس بعد ما تعمل عليها بعض التعديلات العربية دي أصبح طولها 30 متر مع مميزات مش متوفرة في أي عربية تانية وأول تعديل تعمل عليها كان من 35 سنة وعلى مدار السنين اللي فاتت تم التعديل عليها بإضافة جاكوزي وملعب جولف صغير ومهبط طيرات وحمام سباحة بيوفر إمكانية الغص العربية كمان ممكن تتسع لأكتر من 75 شخص لكن الأكثر اندهاشاً إن العربية مدعومة باثنين موتور أمامي وخلفي مع وجود 26 عجلة موزعة على طول الهيكل تاريخ تأسيس العربية بدأ في كاليفورنيا عام 1986 عن طريق مصمم السيارات الشهير أوربرغ وطول العربية في الأول كان 60 قدم يعني 18 متر وحدة وحدة العربية تعدلت وأصبحت 100 قدم يعني 30 متر ونص تم إدراج العربية في النهاية على موقع إي بي وتدولت مرتين وتم شراءها مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه وبدأ صاحب العربية يجددها ويرممها لحد ما اعترفت بيها موسوع بجانس كأطول عربية استثنائية في العالم هيلقوا ركنة بسهولة طيب 26 عجلة يعني العجلة بتبوس كم مرة هيفضل يعني طب هيرك هيلف ازاي ويطلع على المطبط ازاي ده أوتوبيس أنا أعتقد أنها تتريكن يعني انت بوست بيها كده وهي مركونة أنا استمتع بشكلها فقط نستخدمها بقى جواح جميعا كتير يعني تستخدم الجولف فعلا هيتلاقي في المطبط ازاي لا ده في حاجة كتير جول عربية محتاجين نعرف يعني بيستخدموا الكلام ده ازاي كما أعتقد ان العربية تكون ركنة وتتحاول بقى الوتيل صغير مثلا او انك ما تحركش لا صعب صراحة